بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد سلامه من الله عليكم وتابعي قناة مستر نورو للمعلوميات حلقة جديدة تحدثوا فيها عن تطبيق يكون مميز على الهواتف التي لا توجد بها الإشعارات التي تكون تظهر على النوتش الخاصة بهواتفهم أولا على حواف الهاتف ولا توجد أفضل من هذا النوتش التي سوف نتحدث عليها اليوم أولا قبل أبدأ في الشرح لو كانت لك أول مشاهدة لا تنسى الاشتراك بالقناة بضغط على زر الاشتراك من هنا وتفعيل مع خاصية الجرس لأسلك كل ما هو جدي شيء ثاني رابط تطبيق تقوم بتحميله أسفل هذا الفيديو من موقع مستر نورو للمعلوميات الكثير من الناس تلاحظ الهواتف الجديدة توجد بها النوتش أو الكاميرات تكون في وسط الشاشة مثلا على هاتف S-DIS Plus توجد هنا الكاميرا ويوجد عليها حواف لادة ولكن لم تستعملها سامسونج لأشياء عدة ولكن في حلقة اليوم سوف أعطيك تطبيقات تستطيع استغل تلك الميزة في أشياء عدة مثلا إشعارات الهاتف عندما تقوم بشحن هاتفك إلى ما شبه ذلك تقوم بتحميل تطبيق كما أخبرتكم أسفل فيديو A-O-A أو Always On Edge تقوم بفتح ضغطة زر واحدة تضغط على I agree باللون أخضر تنزل في الأسفل تجد Language تضغط عليها وتختار اللغة العربية ثم OK مباشرة سوف يتحول إلى اللغة العربية إعدادات الرئيسية وتبدأ بالعمل عليها إعدادات الرئيسية إعدادات تطبيق أدوات إضافية إعدادات الإضاءة نبدأ بإعدادات رئيسية يوجد بعض الأمور التي تكون مهمة أو يعني تستطيع لا تستعملها نهائيا إعدادات التطبيق هنا تعطيه الأماكن التي تستعمل فيها ذلك الإشعار التي يظهر معك في الأعلى عند وصول الإشعار تقوم بتفعيلها ثم Allow Permission على هاتفك هكذا يجب أن تعطيه الصلاحية نعم يعني Allow هنا ثم تفعيل تأتي في الأعلى تقوم بتفعيلها Allow دائما هكذا ويعطيك بعض المعلومات التي تكون عند شحن الجهاز نعم هو الشاشة مطفية يعني يظهر الإشعار أو في الشاشة الشغالة أو مع بعض مثلا سوف نضعها في الأولى فقط هكذا الإضاءة عند الاستماع للموسيقى خلفية الشاشة الرئيسية والشاشة القفل عند إجراء أو تلقي اتصال عند وصل السماعات مثلا هكذا بعد الاختيار الأشياء التي تساعدك تنزل في الأسفل مباشرة إلى اللون الأخضر كلمة حفظ تضغط عليها حيث سوف يقوم بالحفظ بعدها مباشرة تعود إلى الخلف ثم نذهب إلى إعدادات الإضاءة إعدادات الإضاءة هنا حيث سوف تتحكم في الإضاءة والحواف والأشياء الأخرى هنا الضبط تلقائي تفعيل دعم النوتش يعني مباشرة تلقائي يعرف النوتش الذي تستعمله ولكن إذا أردت ضبط يدوي تقوم بالتعديل عليها بالضبط يدوي تحويلها إلى O هنا هكذا إلى هنا هنا هكذا كما تلاحظ في الأعلى يعني خاصة بالهواتف التي تأتيك النوتش هنا أنت تتركها تلقائيا فقط يوجد هنا حول كل الشاشة حول النوتش فقط يعني الضوء الذي يظهر معك مثلا لو نقوم حول كل الشاشة يظهر مع الشاشة الكاملة حافته اليمنى واليسرة فقط هكذا الحافته العلوية والسفلية فقط حول النوتش فقط هكذا كما تلاحظ اسم التطبيق وعنوانه يأتي من هنا أو يعني اللات في الأخير تأتيك نقطة في وسط الشاشة نحن نتركها حول النوتش فقط حركة الحواف لات يعني مد وجزر هكذا كما تلاحظ لحاق هكذا تلق وأيضا غمز دودة أشياء كثيرة تستطيع استعمالها مثلا ضواء نحن هكذا بهذا الشكل الجميل هنا عدد الألوان الحواف تتركها قوس قزح أو موجة ألوان لون واحد لونان ثلاثة ألوان كما تلاحظ نتركها نحن لو لن تستطيع حتى تغير في اللون بعد الانتهاء من هذه التأديلات أيضا نفس الشيء تضغط على كلمة حفظ حيث سوف يقوم بحفظها ومباشرة سوف تجربها على التطبيقات أو الإشعارات مثلا هنا تضغط لها لمشاهدتها أيضا الآن مثلا سوف نقوم بغلق الهاتف ونجرب عليه الشاحن لنلاحظه هل يعمل أم لا هكذا نقوم بغلقه ثم نضع الشاحن مباشرة بدأ بالشحن وتنظر في الأعلى تأتيك باللون الأحمر الجميل بأن هاتفك يقوم بشحنه بهذه الطريقة البسيطة هذا هو التطبيق الذي أردت أن أشاركه معكم أتمنى أنه قد نال إعجابكم لو نال إعجابكم لا تنسوا نشروا حتى تعمل فائدة بيننا وكم أخبركم دائما لو كانت لك أول مشاهدة لقناة مستر نور المالمية لا تنسى اشتراك على زر يعني تفعيل زر الاشتراك وتفعيل خاصية الجهاز ليصلك كل ما هو جديد لو طل عليكم أكثر من هذا أستوديكم في الليل الذي لا تظلوا وادعه وسوف نلتقي في حلقات قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى مع السلامة شكرا